حاجة جامدية لو صراحة تقدر تنسى اللحظات دي انت كأهلاوي تقدر تنسى اللحظات دي مستحيل مستحيل لو انت كنت خسرت كنت هتحاول بشتى طرق انت تنسى وما كنتش هتنسى ما كنتش هتنسى ورده لان هي لحظات مؤلمة للخسران لكن لحظات ستخلد في ذاكرة كل من هو فرح هذا اليوم كل من يعني ايه عايش الأجواء دي كل واحد فاكر كل لحظة صغيرة قبل نمتش بكذا يوم يعني الواحد قبل نمتش انا اتكلم مسا عن نفسنا شوي معلش يعني ما انفعش نتكلم عن نفسنا لكن اللحظات ازاي دي عايشها مع حضراتكم شوي انا عدت قبل نمتش حوالي بدون مبالغ بدون مبالغ عشر ايام عمال اقول يا رب لو هنكسر انا مش عايزي يوم دا يجي عاون لو قدر لكم انكسرنا الدنيا ك boa Hamb loop الدنيا ك boa LORD عاون باقي مش ج4 النادي النادي اي وحد من المشجهين النادي النادي يا رب اكتبها لنا ونكسر البطولة دي لان البطولة دي اكدت حاجات كتير اوى واكدت قيمة النادي الاهلي واكدت عظمة النادي الاهلي وأكدت أن المبادئ والقيم هي دايماً اللي بتكسب هي دايماً صاحبة اليد العليا التوفيق من عند المولى عز وجل قبل كل شيء ما فيش نقاش في النقطة دي أو في الجزئية دي لكن أنت اجتهدت وتعبت وعملت كل حاجة علشان اللحظة الغالية دي اللي بتتمثل في إيه بقى؟ تتمثل في أن البطولة رجعت لك بعد كام؟ بعد سبع سنين مش متعودين في النادي الأهلي إن احنا نقعد سبع سنين ما ناخدش دورة أبطال أفريقيا صعبة شوية يعني عدد كتير من السنوات بالنسبة لنا تتمثل في إيه كمان؟ تتمثل في أن انت بتلعب درب قوي جداً مع فريق كبير ومحترم زي نادي الزمالك بالجمهورية كبيرة زي جمهور نادي الزمالك بالأهلي بفرقته الكبير بجمهوريته العظيمة فماتش بيتكرر مش هيتكرر الناس اللي بتقولك ممكن يتكرر أهلي والزمالك لعبوا نهائي نسبة كبيرة قوي صعبة صعبة كانت قرر قبل كده كانت لعب قبل كده لكن هي بتبقى مرة في العمر أو لو تكرر مش هنكون إحنا موجودين الأجيال اللي جاية ونتمنى ساعتها برضو التوفيق للنادي الأهلي لكن هي صعبة أن انت تعيش اللحظات دي تاني فحنفضل نفتكر مش هننسى لأن هي فعلاً أغلب طولة في تاريخ النادي الأهلي وكانت حتبقى أغلب طولة في تاريخ النادي الزمالك لو كان كسب لأن فرقتين قبار أكبر فرقتين في الشرق الأوسط بيلعبوا بعض على إيه بقى مش الدهوري ولا الكاس ولا كمطلط طبعاً كبيرة كلها محترم لكن على طول قرية بتودي كسب عالم أندي على طول تطير على هناك تروح تلعب كسب عالم أندي فشعور جميل ولحظات لا تنسى ولن تنسى مباراة القمة مباراة القرن ما بين الأهلي والزمالك مباراة القضية ممكن في نهاي دوري أبطال أفريقيا في 2020 من سنة بالزبط 11 نوفمبر كانت هذه اللحظات لحظات التوتر لحظات الألأ لحظات الخوف وعلى مدار أحداث اللقاء كانت اللحظات أكثر صعوبة حتى وصلنا للضيئة 85-48 ثانية لما قدر أفشى الله يبرك له 85-45 ثانية لما قدر أفشى الله يبرك له الله يبرك له أنه هو يشوت الكورة عشان تخش في أبو جبل جون عشان نفرح كلنا ونبسط كلنا ونعيش أسعد لحظات حياتنا بعد المطش اشتركوا في القناة